معنا من القدس الدبلوماسي السابق ماير كوين مساء الخير سيد ماير كوين ما هي فرص الاستثمار التي تفتحها هذه الاتفاقيات التي وقعت اليوم طبعا في مجالات كثيرة والتوقع هو أن هذا السلام سيكون سلاما ساخنا كما وصف ذلك وزير الدولة الشؤون السياسية الشؤون الخارجية أنور جرجاش بعكس بطرس غاليا الذي وصف السلام مع إسرائيل بأنه سلاما باردا وهذا يستند أولا إلى عدة نقاط أن هذه المعاهدة تستند إلى ثلاثة ركيز رئيسية ركيزة الأولى أنها تتعلق بالمصالح المشتركة في الأمن والسلام وهذا الأمن والسلام هو الأمن لصالح دول المنطقة ومنع أي محاولة لتدمير كل المساعي وكما يحدث في العالم العربي ونشاهده من قبل إيران النقطة الثانية بترتكز أيضا على المصالح التجارية وحضرتك في سؤالك تحدثت عن ذلك المصالح التجارية واسعة جدا وقد بدأت عملية التطبيع قبل التوقيع حتى على المعاهدتين من قبل الحكومات أولا في رحلات الطيران ثانيا في رحلات سفن الشحن التي وصلت إلى إسرائيل وتحمل البضاء إلى إسرائيل النقطة الثالثة تتعلق بفتح مجالات أمام إسرائيل للسوق حتى للدول التي ليست لها علاقات سياسية وديبلوماسيا مع إسرائيل حتى الآن نقطة على جانب كبير من الأهمية تتعلق بأن هذه الجهود ستنصب أيضا في دمج الدول العربية مثل مصر والأردن وأيضا الفلسطينيين في مسيرة الاقتصادية نعم الشرق الأوسط والخليج بعد توقيع اتفاقيات كهذه خصوصا بأن صندوق معاهدة السلام يرحب بأي دولة تريد الانضمام إلى هذا المناخ الجديد أولا على سيدة العلاقات الثنائية هناك مشاريع ملاقة بين إسرائيل ودولة الإمارات ديكي مثال على ذلك المشروع الذي يتعلق بربط البترول والنفط والجاز من منطقة الخليج وتوصيله عبر أنبيب من إيلات إلى أشكلون ووصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة هذا مشروع ملاق وسيقلص النفقات في عملية نقل النفط والمدة وكل ما شابه وهذه استثمار قوي استثمارات أخرى بتتعلق بالإمارات في أطول أنبوب غاز في شرق البحر المتوسط يصل الغاز إلى أوروبا وإيران والإمارات تستثمر في هذا الأمر أما على سعيد دمج الضوء الأخرى مثل الفلسطينيين أو مصر أو الأردن هناك مشاريع مثل تحلية المياه ويمكن للجانب الفلسطيني أن ينخرط أيضا في ذلك وكذلك المشروع الذي يتعلق بربط البحر الأحمر بالبحر الميت وبالبحر المتوسط بالبحر الميت وهذا مشروع أيضا ضخم يمكن أن تساهم فيه الإمارات أيضا مصر فيما يتعلق بسيناء وتطوير سيناء دخول الولايات المتحدة أيضا على خط هذه الاتفاقيات كيف تقرأ دلالاته؟ أولا كان دخول الولايات المتحدة أو هذه الاتفاقيات تتم تحت المظلة الأمريكية هو على درجة كبيرة من الأممية لأنها بتمنح الدعم لهذه التفاقيات أولا ثانيا هي بتقف في وجه ضد الدول التي تحاول يعني عرقلة مساعي السلام وتحويل المنطقة إلى خراب وهذا لا يتعلق بمعادات دفاع مشتركة بين إسرائيل وهذه الدول وإنما المصالح المشتركة تحتم ذلك وهناك رعاية أمريكية النقطة الثالثة تتعلق بأن التواجد الأمريكي في المنطقة سينخفض وبالتالي هناك حاجة إلى هذا التحالف بين إسرائيل وهذه الدول المعتدلة في العالم العربي والدول المحور السني شكرا لك ماير كوين الدبلوماسي السابق من القدس شكرا